موسيقى سلام لوليدات سلام لوليدات سلام الأمهات الفاضلات محبا بكم معي في هذا الفيديو الجديد اللي خصصت لكم موليدات المستوى التالت اخذوا الكتاب وفتحوه على صفحة 50 واتبعوا معي الوليدات غادي نديروا تطبيقات كتابية لاحظوا السؤال الأول وحولوا الفعل حسب الجدول فهنا عاطينا جدول الوليدات ودير لنا ضمائر وحنا عاطينا الزمن اللي غادي نصرف فيه هاد الأفعال عاطينا هنا البارحق فالبارحة فهي الماضي الوليدات والآن هو المضارع يعني هنا عاطينا أنا كتبت البارحق يعني في الماضي كتبت الآن أشنو غادي نقول أو المضارع أنا أكتب أنا كتبت البارحة ففي المضارع أو الآن أنا أكتب هو عاطينا في المضارع يرسم وفي الماضي أو البارحة نقول هو رسامة هو رسامة في الماضي أو البارحة والآن أو المضارع يرسم هي أخذت والآن سنقول هي تأخذ هي أخذت البارحة الآن تأخذ أملأ الفراغ بفاعل مناسب عاطينا هنا سمع عميلة رسامة عاطينا الأفعال ونحن خصنا الفاعل فالجملة المفيدة تتكون من فعل وفاعل هنا وقال لنا خصنا فاعل مناسب لهذه الأفعال سمع نقول من سمع باش نشوفوا الولدات الفاعل خصنا نقول من سمع سمع الولد إذن الولد فاعل سمع الولد عملت الأم أو البنت أو هناك فاعل آخر اللي أبغيت أنتم عملت المعلمة اللي أبغيت رسامة الولد أو رسامة الرسام فأنا أعطيتكم غير أمثلة ألاحظ وأكتشف ساحة سلة فكرة ألاحظ الحروف الملونة وابحث عن مثلها في النص فهنا أعطينا ساحة لاحظ الحرف الملون فهو التاء المربوطة سلة تاء المربوطة فكرة تاء مربوطة فهي الحرف الملون أو الحروف الملونة أبحث عن مثلها في النص فقد نترجعوا لنص الوليدات وقد نتشوفوا الكلمات التي كتبت بالتاء المربوطة فقد نتلقوا كلمات كثيرة كثيرة الوليدات فكينا مثلا المدرسة حملة نظافتي والأنشطة فهناك كلمات كثيرة تتكون من التاء المربوطة تطبيقات كتابية أكمل الكلمات الآتية بالتاء المربوطة فهنا عاطينا هذا النص الصغير فيه كلمات ومحيدين لهم التاء المربوطة فهنا خاصة نكملوا هذه الكلمات اللي ما عندهمش التاء في مكان ذاك النقيطات أو الفراغ اللي كينلاحظوا معي طلبت منا المعلمات إذن هنا التاء المربوطة أن نتوزع إلى مجموعات لنقوم بحملة تاء مربوطة نضافة تاء مربوطة داخل المدرسة تاء المربوطة ثانيا أضع التاء المناسبة في المكان الفارغ فهنا كانوا قلون غير التاء المربوطة أما هنا الوليدات فهنا نوضع التاء المناسبة يعني تقدر تكون التاء مربوطة أو التاء المبسوطة نقوم برمي النفايات نفايات الوليدات سوف نقول لي التاء المبسوطة في السلال المخصصة لذلك مخصصة التاء المربوطة لنحافظ على نظافة تاء المربوطة المؤسسة الوليدات رتاء مربوطة إذن نقوم برمي النفاياتي تاء مبسوطة في السلال المخصصة لذلك تاء مربوطة لنحافظ على نظافة تاء مربوطة المؤسسة لاحظوا معي سبحة 51 التعبير الكتابي تعاونت مع أصدقائي وصديقاتي على تنظيف مدرستنا وتزيين قسمنا فماذا فعلنا؟ ولاحظوا الصور واذكر عملا تعاونت على إنجازي مع أصدقائي وصديقاتي إذن لاحظوا هات صور الوليدات شنو كيقوموا هاد الوليدات فهاد الوليدات كيتعاونوا على تزيين القسم أو المدرسة بصفة عامة فشنو كيدرو الوليدات؟ لاحظوا شوفوا الوليدات كي يقوم بطليل جدار ديال المدرسة شوفوا الوليدة اللي كيجمع النفايات من الساحة كين الوليدات اللي كيتعاونوا بش يغرصو هاد الشجيرات الزوينة بش يكبروا تعود شجرة كبيرة إذن غادي تقول لنا علش عاونت أنت أو أنت يا صديقتي أو صديقي أشنو فش عاونت هاد الوليدات إذن غادي تقول لي أنا راني درت معهم هادك جمعت النفايات دي المدرسة أو قمت بغرس هاد الشجيرات فإذن غادي تقول لنا العمل الذي قمت به أو قمت به إذن هناك أعمال كتير الوليدات غادي تقول لي أنا ساعدت في غرس الشجيرات أو في طلاء جدران الساحتي لاحظوا هنا ألاحظ الخطاطة وأجيب شفهيا عن الأسئلة لاحظوا هاد الخطاطة هنا عندنا خطاطة وعطينا أسئلة فإحنا خصنا نجاوبوا لهذه الأسئلة اللي عطينا هما هنا عندنا البداية متى اتفقنا على تنظيف مدرستنا وتزيين قسمنا؟ إذا رجعتوا الوليدات غادي تلاحظوا متى اتفقنا على تنظيف مدرستنا وتزيين قسمنا فهما قالوا في النصة الوليدات مني دخلت للساحة الوليدات عندما دخلت للساحة وجدت ولقيت لافتة مكتوب عليها الوليدات أسبوع التعاون المدرسي وما مناسبة ذلك فكيف ما قلنا الوليدات مناسبة هي أسبوع التعاون المدرسي فهذا كيكون وحد اليوم أو أسبوع التعاون أو هناك أسبوع مخصص لتعاون المدرسي فالوليدات كيتعاونوا في مديناتهم باش يزينوا باش يقوموا بتنظيف المدرسة وبتزيين الأقسام وبتزيين الأقسام ماذا أردنا لاحظوا معي هنا الاتفاق على مشروعنا عفوا قبل ما ندوز الاتفاق على مشروعنا من أخبرنا هنا كنا وما مناسبة ذلك كنا المناسبة هي اليوم هي أسبوع التعاون المدرسي من أخبرنا بذلك فالمعلمة أو الأستاذة أو الأستاذ هو اللي يخبركم بهذا بأسبوع التعاون المدرسي وماذا قال لنا يقال لكم خاصكم التعاون والوليدات باش تنظفوا المدرسة وباش تزينوها وباش تديروا هاد الأفعال لكي تصبح مدرسة جميلة جدا الاتفاق على مشروعنا إذن إحنا غادين تتفقق أشنو غادين تديرو ماذا أردنا أن نفعل جماعيا إذن الوليدات راكم تتفقتوا جماعيا باش تديروا واحد الخديمة وهذا الخديمة هي الوليدات تزين القسم فهما الوليدات فأنتم الوليدات تقسمتوا على شكل مجموعات فمجموعة كانت تكلفت بتزين القسم المجموعة الخرى بتزين المدرسة والمدرسة يهاداخلة بتزين القسم فزينة القسم من زينة المدرسة تنظيف المدرسة اللي كتدخل فيها تنظيف الساحات السلال ديال النفايات تنظيف احتى المراحل الوليدات غرس الشتائل وغرس الشتائل الوليدات التي تزيد زينة ورونقا للساحة إذن تنفيذ مشروعنا إذن ماذا فعلتم الوليدات باش نفدق هذا المشروع شو درتوا الوليدات لاحظوا في هذه الصورة شو كيدروا هذه الوليدات ترهم كي نفدق في المشروع لتفق عليه إذن فهناك من يجمع النفايات في المدرسة وهناك من يرمي النفايات في السلال يجمعها ويرميها في السلال وهذه الطفلة الصغيرة الجميلة لاحظوا ماذا تفعل فهي تقوم بطل أو صباغة الجدران لاحظوا معي هنا هذا الوليد وهذا البنية اللي يغرسوا في هذا الشجر الزوين اللي غادة تكبر من بعد وتعود الشجر جميلة جميلة جدا وتدير لنا التمار إذن هنا قلنا ماذا فعلنا لتلفيد مشروعينا رح نقولها ماذا فعلت أنا لأساعد صديقاتي وأصدقائي إذن ماذا فعلت أنا فلاحظوا معي أنا أو أنت أو أنت يا صديقتي ويا صغيري وصغيري أشنو درتو فساعدتم في تزيين تزيين الساحة وفي غرس الشتائل وفي طلي الجدران تنفيذ مشروعنا تنفيذ مشروعنا هي هذه درناها الوليدات نتيجة مشروعنا كيف صارت مدرستنا وقسمنا بعد نهاية مشروعنا كيف صارت المدرسة والقسم بعد نهاية المشروع كيف شولت هذه المدرسة الوليدات بعد من فتوا هذا المشروع فقد أصبحت مدرسة نظيفة جدا نظيفة وجميلة جدا في الأخير الشعور أعبر بجملة عن شعوري بما قمت به ففي الأخير الوليدات من الولادت هذه المدرسة نظيفة وما فيها لا نفايات لا أزبال وتغرست فيها الشجيرات والشتائل فأصبحت مدرسة جميلة جميلة جدا تحفز التلاميذ على القراءة والدراسة بشكل جيد ففي الأخير غادين تقولوا لي كيفاش كان شعور ديالكم بعد ما قدرتوا بهذا المجهود وكملتوا هذا المشروع فكيفاش تحسوا الوليدات غادين تقولوا لي إحساس رائع رائع جدا وهو الفرح أنكم فرحتوا الوليدات وحسيتوا بالنشوة والسرور مني أصبحت المدرسة ديالكم لهذا الشكل الوليدات فشعوري هو أنني كنت فرحان فرحان بزاف بهذا الشيء اللي قدرتوا الوليدات وأنتوما كذلك الوليدات راكم تبارك الله عليكم وولا في المدرسة زوينة ونقية فتبارك الله عليكم الوليدات فدروري دروري الوليدات من هذا المشروع جميل باش تقولوا لمدرسة جميلة جميلة فلابد من الوليدات باش يتعاونوا فيما بينهم يتعاونوا بيناتهم الوليدات ويقوموا بهذه الأعمال باش تصبح مدرسة جميلة تصبح مدرسة جميلة والوليدات يكونوا فرحانين ويتمكنوا من قرائتهم مزيان مزيان إذن إلى هنا الوليدات غادي نقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو آخر لميمات بينات إذا كنت أول مرة كتتبعوا معي ومع وليداتكم فما تنسوش لايك تيالكم وما تنسوش الاشتراك معي في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم تمارين ويستفدوا منها وليداتكم إذن الوليدات ردوا باركم وحفظوا مزيان رهاء أيام من امتحان الدابة فبالتوفيق والنجاح والله يعاونكم وينجحكم إلى فيديو آخر إن شاء الله ومادة أخرى إلى اللقاء